موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصط ضيف اليوم من العاصمة السورية دمشق أمين سر مجلس الشعب السوري الدكتور خالد العبود أهلا وسهلا بك دكتور خالد أهلا وسهلا بك عزيزتي شكرا لك بعد نحو أسبوعين على بدء روسيا لعملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في سوريا أولا بشكل عام دكتور خالد ما هي حصيلة المشهد السوري حتى الآن بداية اسمحي لي أن أتوجه لك بالتحية لفريق العمل لأسادة المشاهدين جميعا ولهذا المنبر الكريم أيضا في تقديري عزيزتي أننا نتحدث الآن عن مرحلة مختلفة عن مراحل سبقتها إذ أنني أفصل أنا العدوان أو الاشتباك في المفصل السوري إلى جملة مراحل مررنا في مجموعة من المراحل السابقة الآن مرحلة جديدة يجب الانتباه لها جيدا هذه المرحلة تتجلى في السياسة بجملة عنوين كما تتجلى في الميدان بعناوين أخرى أنا فيعتقادي بأن دخول الروسي هو يؤسس لمرحلة جديدة هذه المرحلة تتجلى سياسيا بأنك استطعت أن تعطي لأول مرة مشروعية أنا أتحدث الآن كمراقب وكمتابع أحل المعرفيا أحل الثقافيا سياسيا أنا باعتقادي أن روسيا أعطت المشروعية السياسية للرئيس بشار الأسد متجاوزين بذلك الفضاء الإقليمي لجهة ما يحصل في الميدان هذه واحدة لا يركز عليها كثيرون لكنها أساسية ورئيسية بأي معنى؟ هذا التحالي عظيم بأي معنى أعطت المشروعية بما يتجاوز ما يحصل في الميدان الإقليم في الميدان لاحظي سابقا كنا نتحدث عن ما يحصل في الميدان وكان ينعت هذا التحالف إن صح التعبير هذا التعاون هذا التحالف السياسي الاقتصادي العسكري بين طهران ودمشق إضافة إلى المقاومة الباسلة ينعت بصفات من هنا وهناك دخول الروسي كان هاما لجهة هذا التوصيف الروسي يدخل بشهية عالية ربما يستلم الذراع الأساسية في هذا التحالف أعني الفضاء أعني الجو وأيضا أعني أذرع متقدمة لجهة صواريخ تمتد لمسافات طويلة هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأننا تجاوزنا في السياسة عنوانا طالما تم التركيز عليه من قبل الآخرين أنت اليوم تتحدثين عن التحالف تقوده دولة عظمى بشكل أو بأخرى هناك دولة عظمى أيضا ليست بعيدة عن هذا التحالف هي تحاكيه بنعومة في لحظة وبخشونة في لحظة أخرى إذن هذا مفهوم في السياسة جدا مهم للدولة السورية لما قامت به الدولة السورية لما اشتغلت عليه الدولة السورية خلال سنوات ماضية يعني هو حصلت الصمود أيضا رائع لاحظي بدك تروح إلى عنوان آخر أيضا ماذا استفادت منه الدولة السورية؟ الدولة السورية طالما كنت أتحدث وأقول بأنها شاغلت الإرهاب في الجغرافيا السورية كانت هناك كنا القوات المسلحة السورية أنت تقولين الصمود نعم الصمود كان ناتج لعبة خطيرة جدا أدتها القوات المسلحة السورية وهي كيف تشاغل هذه المجموعات لا تقضي عليها مباشرة وإنما كيف تشاغلها في الجغرافيا وهذه لعبة خطيرة لا أعتقد أنها مرت في تاريخ العسكرية دكتور خالد عذرا على المقاطع ولكن أيضا هنا طالما تحدثت عن هذا الموضوع تحديدا هنا ربما يأتي السؤال الذي طرحه الكثيرون وكانت الإجابات متعددة لماذا الآن التدخل أو الدخول الروسي عسكريا على خط الأزمة رائع رائع شوفي ضيا أنا باعتقادي باعتقادي أن الدخول الروسي الآن هو موضوعي وهو طبيعي لجهة جملة من العناوين أساسيا لو لا تستطيع روسيا أن تتدخل في مراحل سابقة طالما قلت لك بأننا هذا العدوان مرة أو هذا الاشتباك مرة في مراحل لا تستطيع روسيا أن تدخل عسكريا اللهم أنت تتحدثين عن دخول عسكري أو انضمام عسكري هي في السياسة موجودة هي أدت دورا في السياسة هامة لجهة مجموعة من العناوين السياسية والفيتو أهم ذلك لماذا الآن نعم نعم الآن في تقديري أن الروسي يدخل في مرحلة موضوعية طبيعية قلت على الميادين وأنا آسف لهذه الأنا وأذكر فقط زملاء لك بأن الروسي ماذا فعل مع الأمريكي إذا عدنا إلى بضع سنوات إلى الخلف لو وجدنا أن الروسي قام بجذب وعمل بفعل انزياح طبيعي وضغط باتجاه الأدوات التي شكلها الأمريكي الأمريكي دخل على سوريا باثنتين أساسيتين يضياء الأولى هي أداة ميدانية كان يسميها ثورة مسلحة ثوار يحملون السلاح في وجه دولة طاغية كذا إلى آخره هذه الأداة التي على الأرض انتظر الروسي طالما أن حليفه صامدا ويحاول أن يظهر حقيقة الحاصل في سوريا ماذا فعلت السوريون؟ السوريون من خلال مؤسساتهم هذه المرحلة ظهروا حقيقة الحاصل يعني البعض كان يتحدث عن ثوار مسلحين لا انتظر الروسي فترة من الزمن حيث نجح السوري في تظهير حقيقة الحاصل فانتزع مجموعة من القرارات الدولية الجهتي كان مدة طويلة دكتور خالد العبود يعني بعد اندلاع ما سمي في البداية الثورة السورية يعني كان سريعا حصل تسلح هذه الثورة وتوضحت يعني وأيضا سريعا تبين أن هناك في مجموعات إرهابية دخلت على الخط يعني لم تأخذ كلها على بعضها سنة ربما يعني ولكن الدخول الروسي العسكري على خط الأزمة السورية هو الذي أخذ وقتا طويلا تبدعني فقط أقول لك أقرأ لك ماذا تقول صحيفة السفير نقلا عن دبلوماسي يعني مصادر أوروبية دبلوماسية قالت لصحيفة السفير اللبنانية إن جوهر الخلافات بين واشنطن وموسكو لم يعد حول أن الأسد يجب أن يرحل بل حول الجدول الزمني لدور الأسد في أي مرحلة انتقالية ماذا تقول في هذا الشأن أنا سأقول وسأعلق على هذا الكلام لكن بس اسمحي لي بثوان معدودات لجهة أن بعد أن نجح السوري في تظهير حقيقة الحاصل وانتزع قرارات دولية لاحظي ماذا كان يفعل الروسي لم ننتبه كثيرون منا لم ينتبهوا الروسي كان يقوم بعملية سحب للأداة السياسية التي شكلها الأمريكي وأطلق عليها مسمى وأنا آسف جدا أنا أوصف ولا أسجل موقفا سياسيا ما سمها بالمعارضات الروسي انتبه جيدا سحب الأداة السياسية أي سحب المعارضات السورية وسحبها باتجاهه أصبحت الآن في حضن الروسي في اللحظة التي انتزعت فيها سوريا قرارات تخص حقيقة الحاصل في الجغرافيا وفي اللحظة التي نجح فيها الروسي بسحب الأدوات التي استعملها الأمريكي في السياسة تدخل الروسي مباشرة تقصد في المؤتمرات؟ هذا أنا في تقرير نعم موسكو واحد موسكو اثنين وهذا الحجيج انصح التعبير باتجاه الروسي من قبل المعارضات بين قوسين المعارضات السورية أما بالنسبة لكلام الذي ستقيه طبعا لننسى أوكراني أيضا الأزمة الأوكرانية أيضا طبعا طبعا هذه لها حسابات أخرى ولكنها دخلت على المشهد بشكل أو بآخر أنا في تقديري أن الأمريكي الآن عزيزتي متفق مع الروسي على عنوان أساسي وهو أنه يجب أن لا يتم الحديث عن موضوع بقاء ورحيل سيادة الرئيس بشار الأسد هذا اتفاق لكن لا يستطيع الأمريكي الآن أن يتحدث عن حقيقة هذا الاتفاق يشاغل في السياسة كما يشاغل في الميدان لاحظي سيشاغل في السياسة لجهة أن سيرحل الرئيس بشار الأسد سيبقى الرئيس بشار الأسد هذا كله كلام في السياسة ليس له مسقط حقيقي أي لجهة فعل سياسي هذا كلام في الإعلام يقال أنا باعتقادي أن هذا الانزياح أنه بعدين مندرس كيف كم بقاء وكم كدوى هذا كلام في السياسة للتعبئة فراغ ما معين حقيقة الأشياء ليست هنا حقيقة الأشياء أن الأمريكي اتفق مع الروسي على جملة أساسيات لكن الأمريكي مضطر لأهداف أخرى في التكتيك وليس في الاستراتيجية يا ضياء أرجو أنه انفرق بين الأهداف التكتيكية للأمريكي وأهدافه التكتيكية الآن كيف يحافظ على الحد الأدنى من مصالحه على مستوى المنطقة كانت له أهداف استراتيجية لم يستطع أن يصل إليها وبالتالي أنا في تقديري كل الكلام عن الخرائط السياسية والتسويات السياسية والحل السياسي الداخلي في سوريا هو كله كلام غير موضوعي وغير طبيعي وغير حقيقي نعم ولكن أيضا يعني الأوروبيين ربما سلموا جدلا أيضا هنا ديبلوماسي أوروبي يقول لصحيفة أسافير بأن الأسد هو مفروض علينا في الحل يعني مفروض علينا أن نتعامل معه ربما هذا يعكس حقيقة الموقف الأمريكي أكثر من التصريحات الأخرى عظيم لاحظي كلمة مفروض في السياسة وأنا لا أريد أن آسف يعني أتفلسف على أحد لكن نحن نفهمها في المعرفة السياسية مفروض علينا مفروض أي نتيجة اشتباك حقيقي حصل ولم نستطع أن نفكك أو أن نسقط النظام وبالتالي عندما يتحدثون مفروض علينا مو مفروض من جهة ما أو مفروض قيميا وأخلاقيا وراجعنا أمورنا وجدنا أننا على غلط لا يجب أن نؤكد في إعلامنا على أن هناك هزيمة حقيقية مني بها الأمريكي والأوروبي وبالتالي مفروض يعني أننا لم نستطع أن نسقط الرئيس بشار الأسد في سوريا نعم على كل حال طبعا سنتابع النقاش في هذا الموضوع وأكثر حول الأزمة السورية وغيرها من الملفات ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم إلى هذه الجولة على بعض أبرز عنوين الصحف العربية من أبرز ما ركزت عليه الصحف اليوم تواصل الغضب الشعبي في فلسطين وتقدم الجيش السوري في محافظات حماوة حلب واللدقية وأيضا انطلاق عملية التحرير في محافظة صلاح الدين في العراق ولكن سنبدأ من صحيفة الأخبار اللبنانية على صورة غلافها خطة استعادة الشمال روسيا جوا وإيران برا فلسطين الجرائم الإسرائيلية تتزايد أعدامات ميدانية على الشبهة من العراق العبادي يطلق معركة تحرير صلاح الدين وإلى صحيفة الدستور الأردنية استشهاد طفلين وشبين في القدس المحتلة إضراب عام وشامل في فلسطين الثمانية والأربعين اليوم الجيش السوري يتقدم في محافظات حماوة حلب واللدقية واشنطن تزود مقاتلين معارضين بالسلاح وإلى سوريا مع صحيفة الوطن الجيش يسيطر على ثلاث عشرة منطقة بريفي حماوة لدقية وعلى مساحات كبيرة شمال حلب لافروف يربط العملية السياسية بالحزم في مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي يطالب بإشراك النظام في المفاوضات أيضا من الوطن عرب الثمانية والأربعين ينضمون للانتفاضة الثالثة خمسة وعشرون شهيدا بينهم ثمانية أطفال في شهر وزعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لاستقالة حكومة نتانياهو أما ما عنونته الخليج الإماراتية الاحتلال يقتل بالشبهة ويلوم العزل قوى فلسطينية تدعو لغضب عارم اليوم شهداء في القدس وعمليات طعن تجرح صهيونيين مخاوف أوروبية من تغيير قواعد اللعبة في سوريا تقدم للنظام في ليف حما وواشنطن تسقط جواً ذا خائر وأسلحة للمعارضة المعتدلة وننتقل إلى الوطن العمانية اخترنا من عنوينها شهدان بالقدس والفلسطينيون يجددون المطالبة بتدخل أوروبي الجيش السوري يتقدم في عمليته البرية وأمريكا تمد معتدليها بالسلاح جواً العراق يستعد لبيجي ويدقق في إصابة البغدادي وننتقل إلى العراق مع صحيفة الصباح الجديد 13 ألف مقاتل يلتحقون بالقوات الأمنية في بيجي استعداداً لمعركة التحرير الأخيرة وصول عدد كبير من التجهيزات والمعدات العسكرية برزاني ينظر رئيس برلمان الإقليم ووزراء التغيير بمغادرة أربيل خلال 48 ساعة الأعبدي يدعو إلى التهديئة في الإقليم وتجنب اللجوء إلى القوة ونختم مع عنوين اخترناها من صحيفة الشروق التونسية استشهاد عسكريين إصابة أربعة وأعدام رهينة الإرهاب يضرب مجدداً في جبل سمامة رسالة طرابلس ليبيا تشتعل مجدداً بهذا العنوان نأتي لختام هذه الجولة والآن عودة لمتابعة آخر طبع شكراً فاطمة على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم دكتور خالد العبود مرة خبراً قبل أن نناقش ما ورد في العنوين مرة خبراً عاجل على شاشة الميادين الجيش الإسرائيلي يقول أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت هدفين سوريين عسكريين رداً على سقوط قذائف على الجولان كيف تعلق على هذا الأمر أعتقد أن مثل هذا الموضوع مر خضياء في أوقات سابقة وأعتقد أنه سيمر ما يشابهه في أوقات لاحقة الإسرائيلي في لحظة توتر الإسرائيلي في لحظة البعض يتحدث عن دراية وقوة والطلاع وفرط سيطرة ومشاريع أنا في تقديري لا الإسرائيلي الآن في لحظة تعب وفي لحظة ضياع وفي لحظة تردد وانكفاء هذا ما أقرأه وهذا ما أرى وبالتالي هو يعاني من جملة مسائل الإسرائيلي في الآوينة الأخيرة أنا في تقديري وكنت أصرخ دائماً يا أخو الضياء باتجاه الأخوة الفلسطينيين حتى حماس في الأيام الأولى للعدوان على سوريا كنت أقول له منتبهوا يريدون أن يضعفوا سوريا من أجل إلحاق الهزيمة بالقضية الفلسطينية وناشدت الأخوة في حماس أنا آسف إذا ذهبت بهذا الاستطراب ناشدت الأخوة في حماس أن يتماسكوا مع حلف المقاومة أكثر لأنهم يقوّوا القضية الفلسطينية أنا في اعتقادي الإسرائيلي الآن يعني لهم دائماً هناك مشاريع يعني كل فصيل له مشروعه له انتماؤه يعني أيضاً محكوم له ولكن هذا الخبر أو هذا الحدث الذي حصل الآن الخبر العاجل الذي مار برأيك إلى أي حد يعني هو مرتبط بزيارة نتانياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحديث عن مخاوفه والتطمينات ربما التي قيل أن الرئيس الروسي أعطاها لنتانياهو أنا باعتقادي بأن الإسرائيلي عنده جملة مشاكل على مستوى الجبهة السورية أولاً هناك مشكلة أساسية وهو يريد بشكل أو بآخر أن يدفع باتجاه الضغط على الدولة السورية من خلال هذه المجموعات يتجلى ذلك بمجموعة من المشاهد ومن المواقف أيضاً يحاول الإسرائيلي من حين إلى آخر أن يفتح أن يعطي لنفسه مشروعية الانضمام أو المشاركة في إتعاب السوريين أكثر السوريون طبعاً لديهم جملة مستنسخة دائماً لا يفهمها كثيرون وهو قاعدة السوريين أنهم لا يريدون أن يوسعوا جبهة الاشتباك وبالتالي يركزون باتجاه الداخل نعم أنا في تقديري بأن الإسرائيلي حاول وسيحاول في المستقبل أيضاً بدنا ننتبه على أنه في مشاكل سياسية داخلية تعاني منها يعاني منها الفريق السياسي الذي يدير الشأن الإسرائيلي الآن وهو بالتالي بحاجة إلى تصدير مشاكل داخلية باتجاه الخارج أعتقد هذا لن يتطور بتقديري هذا لن يتطور إسرائيل لا يمكن أن تتورط بانفتاح أكبر من ذلك لكنها ستبقي على هذه المناوشات إن صح التعبير من أجل إعطاء مشروعية لحضورها الدائم الذي تريده في الفضاء السوري خاصة كما أشرت وأن الروسي يتقدم بشكل أو بآخر هكذا أرى نعم ننتقل إلى العنوين يعني من العنوين التي مرت على شاشتنا أيضاً وموضوع عنوان في صحيفة الأخبار خطة استعادة الشمال روسيا جواً وإيران براً نتحدث عن إيران براً لاحقاً ولكن هناك معلومات كانت تقول بأن الروس لن يكتفوا بالجو والبحر لابد أن يدخلوا براً أيضاً يدخلوا عبر البر أيضاً وتحديداً من الرقة كيف يعني هل هذا الكلام منطق هل لديك معلومات حول هذا الأمر أنا في تقديري أخضياء بأنه لا الروسي لن يكون موجود برياً أي كقوات لكنه لماذا؟ لأنني أعتقد بأن الرسالة والدور الروسي يعني أصبحا كاملين يعني وصلت الرسائل والدور الذي أراده الروسي مع حلفائه هو يلعبه بطريقة أو بأخرى السؤال الاستراتيجي أنه هل القوات المسلحة السورية أنا هنا أحلل هل القوات المسلحة السورية ضعفت وبالتالي لم تستطع أن تلحق الهزيمة بهذا الإرهاب هذا ما قيل يعني هذا كنت سأسألك عنه طبعاً ولكن مع الحدث ولكن هذا ما قيل قيل اليوم في أكثر من صحيفة في أكثر من تحليل بأن الروسي تدخل اليوم لأن الجيش العربي السوري ما عاد قادر على أن يتحمل لوحده بعد خمس سنوات تقريباً لم ينتبه الكثيرون لم ينتبه الكثيرون لحقيقة تدحرج كرة النار في سوريا ولم ينتبه الكثيرون للنظريات التي طبقتها الدولة السورية في مواجهة هذا العدوان كثيرون لم ينتبهوا وبالتالي سأعددها سأعدد البعض وبالتالي في تقديري أخطأوا في التقدير بنوا على أشياء فرضية افتراضية فكانت نتائجهم في السياسة كما جاءت هذا الفشل الذريع الذي من نقطة إلى أخرى ومن محطة إلى أخرى خذي على سبيل المثال أنا ذكرت في الأيام الأولى أن الدولة ضعفت نفسها لم ينتبه كثيراً إلى صدرت تضعيف ذاتها وأن الدولة لم تذهب إلى الحسن أوحت أو صدرت أوحت صدرت أوحت لأطراف ما بأن الدولة أصبحت ضعيفة لم ينتبه آخرون إلى أن سماحت السيد في موقفه لجهة إشراك حزب الله في وقوفه إلى جانب القوات المسلحة السورية يا أخو الضياء لم ينتبه كثيرون إلى أن هذا الدخول للمقاومة وتلاصقها مع الجسد المسلح للقوات المسلحة منع الأطراق من الدخول باتجاه الجغرافية السورية الكثيرون لم ينتبهوا إلى هذه المعادلة فأنا أزعم في هذا السياق أن المقاومة اللبنانية البطلة عندما دخلت إلى جانب القوات المسلحة دخلت لإسقاط أهداف استراتيجية للتركي لاحظي وبالتالي أنا في تقديري الروسي هذه النظريات التي استعملها السوري خذي مثلا مباشرة اشتغل على قسم الجيش أنا كما أقرأ وكما أتابع كما ألاحظ ليس لدي معلومات أتحدث كلاما غير مسؤول أقول بأنه منذ اللحظات الأولى قام بقسم القوات المسلحة هناك جسد ركبه تركيب على عجل وهو الجسد الثانوي هو الذي شاغل فيه العنف والإرهاب وأدوات المسلحين في حين أن هناك جسدا للقوات المسلحة السورية لم يمسسه أذى أبقى عليه حيا طازجا ساخنا متحضرا لأي جبهات أخرى يمكن أن تفرض عليه خاصة كيان الاحتلال هذه لم ينتبه لها كثيرون الآن عندما أقول لك مثلا هل هناك حاجة لقوات برية روسية بناء على ما أقدم أقول المعركة ليست بحاجة إلى قوات برية لكنها كانت بحاجة لدخول روسي لا أقول تدخل وإنما دخول مشاركة روسية لأهداف سياسية وبالتالي تذكري هذا الكلام تحديدا عن هذه الأهداف عفو عذرا عن المقاطع ولكن تحديدا عن هذه الأهداف الروسية الداخلية هناك دافع إضافي لدى روسيا لأن تكون المشاركة لديها أيضا عبر البر وليس عبر البحر والجوعة كل حال سنتحدث عن هذه النقطة حتى لا نجتزئ منها شيئا ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج أخر طبعا أعود وأرحل بضيفنا من العاصمة دمشق أمين سر مجلس الشعب السوري النائب دكتور خالد العبود أهلا وسهلا بك دكتور خالد أهلا وسهلا بك سنتابع النقاش طبعا كما ذكرنا قبل الفاصل ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار إبراهيم الأمين الجيش السوري يستعد لهجوم كبير بمشاركة قوات إيرانية انطلقت أمس المرحلة الثانية من خطة تحالف أربع زائدا واحدا في سوريا فقد أرسلت إيران أنص دفعة أولى من قوات الحرس الثوري التي ستنضم إلى قوات الجيش السوري ومجموعات حزب الله للشروع في حملة برية تستهدف في المرحلة الأولى إعادة السيطرة على مناطق في شمال غرب سوريا وعلمت الصحيفة أن الخطوة الإيرانية تحاكي الدور المباشر الذي ستلعبه تهران إلى جانب الجيش السوري لتنفيذ عملية برية واسعة النطاق تبدأ العملية بالسيطرة على كامل ريف حما وسهل الغاب إضافة إلى محاور أخرى في ريف حمص الشمالي وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تستهدف الوصول إلى الحدود التركية السورية وتلتقي مع وحدات الحماية الكردية في بعض مناطق الشمال وذكرت مصادر ميدانية أن حشدا غير مسبوق يجري تجميعه على الجبهات الشمالية المقابلة لكل مواقع المسلحين من ريف حما إلى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي إلى منطقة جسر الشهور والجهة الغربية المحاذية لريف اللاذقية وقالت المصادر أن الاستعدادات تشير إلى أن عملية كبيرة قد اقترب جدا موعد تنفيذها وهي تشمل هذه المناطق المصادر لفتت إلى أن المجموعات المسلحة وبرغم كل الوعود التي قدمت إليها من قبل تحالف أنقر الرياض واشنطن تعيش حال إرباك وتضيف المصادر أن مئات المقاتلين من غير السوريين وخصوصا من القوقاز يجري حجدهم في تلك المنطقة بالتزامن مع عملية تعبئة هدفها رفع المعنويات بينما أقامت بعض الفصائل حواجزة في نقاط لمنع هروب المسلحين بحجة نقل عائلتهم إلى مناطق قريبة من الحدود التركية وعلمت الصحيفة أيضا أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني وصل إلى المنطقة قبل يومين وهو يتابع الإشراف المباشر على الاستعدادات في سوريا والعراق معا أعلن أمس عن تشكيل الجيش السوري الديمقراطي جسد الذي يضم نحو خمسين ألف مقاتل كردي عربي نصفهم من وحدات حماية الشعب الكردي استعدادا لاقتحام مدينة الرقة عاصمة تنظيم داعش بالتنصيق مع غارات التحالف الدولي وسط معلومات عن إلقاء طائرات أمريكية آلاف الأطنان من الذخيرة إلى هؤلاء المعارضين رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم أكد للصحيفة أن التحالف خطوة يجب أن تتسع بحيث تضم جميع القوى المؤمنة بسوريا ديمقراطية علمانية بعيدة من التطرف وقال مسؤول غربي للصحيفة إن مستشاري أوباما حازوا إلى خيار تشكيل هذا التحالف للسيطرة على الرقة وترد داعش منها بحيث يقدم هذا كنصر رمزي كبير لإدارة أوباما بعد تدخل روسيا عسكريا في سوريا برأيك دكتور خالد هذا الدخول الأمريكي على الخط كيف يمكن تفسيره وكيف يمكن أن يترجم على الأرض هل هناك سيكون من تنسيق هل قد يكون هناك ازدحام هل هذا افتعال لمشكل ما قد يكون على الأرض أنا في تقديري أخوضياء بأن الأمريكي يوافق من حيث المبدأ من حيث العنوان الكبير على الدور الروسي الملعوب على مستوى الإقليم أو على مستوى الجغرافية السورية هل لديه خيار آخر؟ عظيم ليس لديه خيار آخر هذا صحيح وبالتالي أوصله الروسي وحلفاء الروسي أوصلوا الأمريكي إلى هذا الموقف إذا هذه الحالة وهذا ناتج دعيني أقول الأداء التي أدته الدولة السورية على رأسها قواتها المسلحة والتحالفات التي تدحرجت وتراكمت المقاومة الموقف الإيراني الدخول الروسي هذا كله أوصل الأمريكي إلى هذه الحالة لكن علينا أن ننتبه سؤال هل فعلا أيضا هل هو ليس لديه أي خيار آخر الأمريكي أم أنه فعلا هو يريد أن ينتهي من ملف داعش تحديدا وليس الإرهاب ككل ملف داعش تحديدا في سوريا تحديدا فقط لغير يعني من دون الوصول إلى العراق عظيم بدك تنتبهي على أنه الأمريكي أيضا يبحث عن جملة انتصارات انتصارات في التكتيك يريد أن يقدم هو بحاجة كفريق سياسي لشارعه لخارطته السياسية الداخلية بحاجة إلى انتصارات أوباما بحاجة إلى انتصارات هذه قاعدة يجب أن ننتبه لها في السياسة وبالتالي هو يبحث ويحاول أن يركب ولكن لديه انتصار الناوي هذا انتصار كبير جدا 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 يعني لأوباما وتاريخي أيضا البعض لا يقرأه كذلك بعض الأمريكان أنا ما عم بحكي عني وعنك بعض الأمريكان لا يقرأه كذلك بدك تنتبه على أنه يريد أن يراكم شوفي العلاقات ماذا فعل على المستوى الدولي لجهة بعض الدول التي كانت في سجال مع الولايات المتحدة وهو أيضا على مستوى الملف السوري يبحث عن انتصارات بالأخير تذكري جيدا بالأخير سوف يعطي المشروعية للتحالف الذي تقوده روسيا على مستوى المنطقة لكنه عندما يصل إلى هذه النقطة سيقدم للشارع الأمريكي جملة انتصارات بين قوسين على أنه كان يواجه الإرهاب في سوريا لأنه كما ذكرت أنت ليس لديه خيارات أخرى أهدافه الاستراتيجية على مستوى الإقليم سقطت وبالتالي هو يحاول أن يبحث عن الحد الأدنى لمصارعه في المنطقة أهم شيء ما ننتبه له واللي هو سياسيا يعني المعنى السياسي الانتصار السياسي الذي يحتاجه أوباما الآن هو يحتاجه لفريقه السياسي الذي يقود الإدارة الأمريكية اليوم هذه واحدة يجب الانتباه لها الآن أنا في تقديري بأننا سوف نشهد في الأيام القليلة القادمة جملة خرائط سياسية صاعدة جديدة افتراضية حقيقية سمي ما شئتي ستجدين أن هناك دخولات وتدخلات أمريكية في بعض الرؤوس في بعض العناوين كي تقول الإدارة الأمريكية أنني موجود أو موجودة في الملف السوري وحاضرة وأواجه الإرهاب وليس الروسي وحيدا على مستوى الجغرافية السورية هذه واحدة يجب الانتباه لها لكن الأمريكي في العنوان تفضلي هذا أولا دعني فقط في هذه الجزئية أن أسألك دكتور خالد كيف سيكون الموقف الروسي أيضا الموقف الروسي الموقف السوري الموقف الإيراني من هذا الدخول الأمريكي من دون كأنه يغرد لوحده أو كما يقال للمضاربة شريك مضارب داخل هو على هذا على البر كيف سيكون الموقف الروسي وكيف سيترجمه وكيف سيقبل به شوفي شو بدي يعمل الروسي مع حلفاء الروسي ذاهب إلى الحسم في بعض الرؤوس بمعنى أنه لن يشاغل أي مرحلة المشاغل انتهت انتهت بالتظهير الحاصل وما فعله الأمريكي على مستوى المنطقة أي أن هناك إرهابا قاد الأمريكي باتجاه هذا العنوان ولو افتراضيا لكنه أخذ المشروعية بأنه يواجه إرهابا ما الذي سيفعله تكون تنتبهوا على أنه اليوم كنت أحدث بعض زملائكي بهذا العنوان بدنا ننتبه على أنه داعش من بين المجموعات المسلحة في الجغرافيا السورية هي التنظيم تكاد تكون التنظيم الوحيد الذي يمتد خارج الجغرافيا السورية هو يمتد في أكثر من ما كان وعلينا أن نتذكر بأن ذراعه وصلت إلى أكثر من مكان على مستوى الإقليمي والدولي عمل تفجيرات في أكثر من مكان يواجه في أكثر من مكان ما الذي سيفعله الروسي وحلفائه في الجغرافيا السورية سيقدمون إنموذجا في لجمي وطرد داعش من الجغرافيا السورية وهذا النموذج ستحاول تسليعه الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية نعم ولكن هذا لن يؤدي إلى اجتباك هذا الدخول بس أريد أن أفهم جزئية فقط هذه النقطة الدخول الأمريكي بهذه الطريقة على الخط كيف سيكون ردة فعل التحالف الأربعة زائدا واحدا عليه لن يكون هناك تواجه حقيقي مواجهة حقيقية بين الروسي والأمريكي في الجغرافيا السورية ما تفكر إطلاقا وفق المعطيات التي بين أيدينا الآن نرد على كل الكلام الإعلامي الذي يسوق من هنا وهناك وإنما سوف نجد أن هناك نزاعا على أهداف تكتيكية سوف يتم تظهيرها من أجل أن يبدو أن هناك تباينا في اللحظات الأولى في المرحلة الأولى للتحالف الذي يقوده الروسي على مستوى المنطقة بمعنى أن لن تجدي هناك مواجهة أو كما يتحدث البعض أنا قرأت لبعض الأخوة والزملاء أن هناك حربا عالمية بالمعنى العسكري يتحدثون بالمعنى العسكري أنا باعتقادي هناك حربا عالمية كانت بالمعنى السياسي بالمعنى الاقتصادي حرب عالمية باردة يليق بها حرب عالمية باردة ولكن عندما يتحدث الأمريكي أو هذه المعلومات يتحدث عن 50 جيش كردي عربي عندما يقول هذا الجيش كردي عربي على الأرض برأيك هل قد يكون هو حسان طرواضة لشيء ما كيف سيكون التصرف على الأرض خصوصا أنه في المقابل أيضا هناك كرد وهناك عرب أنا هكذا أرى أيضا وسجلي علي هذا الكلام أنا أرى بأن إحدى أهم هزائم الأمريكي إحدى أهم إخفاقات الأمريكي أنه وصل إلى لحظة العمى استخباراتيا لا توجد بين يديه داتا معلومات كافية عما يحصل في جغرافيا الإقليم لجهة عنوين أمنية ومفاتيح أمنية بحد ذاتها أصغوا جيدا إلى السيد بوتين ماذا قال البارحة أعتقد البارحة قبل ساعات تحدث عن داتا معلومات لأول مرة يتحدث عن فعل استخباراتي وعمل استخباراتي الأمريكي هزم استخباراتيا في هذه الجغرافيا لذلك لم يتمكن من محاربة داعش رائع لديه إثنتان تذكري هذا الكلام لديه إثنتان الأولى أنه دخل من أجل الاستثمار في داعش وليس محاربة داعش الثانية لو أنه أراد أن يحارب داعش فعلا كما يسوق لكنه في الحقيقة لا يمتلك القاعدة الأساسية والخارطة الأمنية الكاملة لمحاربة داعش لذلك أخفق في الاستثمار وأخفق في المحاربة الحقيقية لهذا أصبح ينتظر دور الروسي ويتابع دور الروسي يأخذ ضياء بدنا نتابع في الأيام القليلة القادمة مثل هذه الفرضيات التي خمسين ألف من هنا وثلاثين ألف من هنا وإعادة إحياء الجيش الحر من هنا هذا كلام كله ليس له أي مخرجات حقيقية ميدانية هذا كلام مثل ما صدروا أن هناك ثورة ومثل ما صدروا أن هناك جيشا حرا ومثل ما صدروا أن هناك ثوارا على أبواب دمشق وغير دمشق وهم سيسقطون الرئيس بشار الأسد يصدرون الآن مثل هذه العناوين ولكن هذا خطير أيضا نعم دكتور خالد هذا خطير أيضا يعني لاحقا إذا ثبت لنفترض ثبت أن هؤلاء هذا الجيش بدل ما يكون من كرد وعرب بمعنى أنه لتحرير من الدواعش وبما يكون هو يعني هو إرهابيين يتضمن أو معه فيه إرهابيين وبالتالي ما عاد قادرا الروسي والإيراني والسوري وحزب الله على قصف هؤلاء بحجة أنه هذا أيضا تابعين لهذا الحلف وتابعين لأمريكا عظيم لاحظي إذا صح مثل هذا الكلام وأنا لا أميل باتجاهه أنا أميل باتجاه على أنه يسوق إعلاميا من أجل دعيني أقول اقتسام في بعض الأحيان الوصول إلى نقطة مقايضة أو سمسرة استدراج روسيا مثلا عناوين أعفوا استدراج روسيا إلى التنسيق مجددا أو إلى طرح أي شيء تريده أمريكا لا أنا باعتقادي استدراج روسيا للسمسرة والمقايضة على النموذج الذي يمكن أن تقدمه للمنطقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الحركة لاحظي مثلا قالت بأن هناك أن الروس ضربوا مواقع لمعارضة معتدلة ماذا رد علي الروسي أنه أعطيني خرائط لهذه المعارضة وهذا الجيش الحر الأمريكي صمت لأنه لا يوجد لديه يحاول الآن أن ينشئ مثل هذه الفرضيات أن يحولها بشكل أو بآخر إلى قيمة في السياسة من أجل مواجهة الروسي فيها وأنا أجزم لك في هذا السياق أنه غير قادر لماذا؟ لأن مفاتيح المنطقة الأمنية أصبحت في مكان آخر مختلف تماما نعم سنتابع النقاش دكتور خالد ولكن بعد أن نستمع إلى ما جاء في بعض الصحف الإسرائيلية إذن إلى إقرأ إسرائيل والتفاصيل هاريتس في اليوم الاحتفالي للكنيسة نتنياهو يقترح يأسا وأحباطا ماذا بقي لزعيم اعتاد التبجح والقول أنه في سنوات حكمه الطويلة وبفضل سياسته اختفت العمليات من المشهد والآن ولسخرية القدر حكم عليه بالوقوف أمام ممثلي الشعب وألقاء خطاب على بعد كيلومترات معدودة عن ساحة إرهاب لا يتوقف وبأن يذكر لمستمعيه أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ وبأن يقوم كذلك بمساجلة خصومه السياسيين وبأن يلقي عليهم التهمة بالمسؤولية الحصرية عن الوضع عندما تكون الأمور على أحسن حال فهذا بفضل سياسته لكن عندما ينهار كل شيء فهذا بسبب الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية وبسبب حنين زعبي وباس الغطاص في يوم افتتاح الدورة الشتوية للكنيسة وجدت الهيئة العامة للكنيسة نفسها أمام رئيس حكومة متوتر لا حيلة له يلقي خطاباً كئيباً يقترح فيه اليأس والأحباط إسرائيل هيوم إرهاب النساء والأولاد موجة العمليات الأخيرة كشفت نمطاً جديداً ومقلقاً من المخربين والمخربات مما يعملون بصورة مستقلة ولا ينتمون إلى فصائل فلسطينية مثل حماس أو الجهاد الإسلامي هذا النمط غير معروف لأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تضطر إلى التعرف إلى الشخصية الجديدة للمخرب أو المخربة أثناء الحركة ويدور الحديث عن فتيان تراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين وهم في الغالب من المتعلمين الذين يتلقون علومهم في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المخربون والمخربات الذين نفذوا العمليات الأخيرة لا يخشون تضحية بحياتهم باسم الأيدولوجيا القاتلة التي يعتقدونها وحتى أن بعضهم يصرح عن نياته بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي من دون ذرة خوف قبل أن نتبع النقاش لابد من المرور على ما ورد في صحيفة هاء ريتس وأيضا في صحيفة أخرى لإسرائيل عن موضوع إسرائيل هايوم عن إرهاب النساء والأولاد برأيك هذه الموجة أو هذه الحماوة للنضال الفلسطيني الذي ظهر اليوم بشكل جديد وهو موضوع الطعن يعني بات وكأنه انتفاضة السكاكين تحاكي انتفاضة الحجارة سابقا كيف ترها؟ أنا باعتقادي خضياء المشهد العام على مستوى الإقليم وعلى المستوى الأمة إن صح التعبير العربية والإسلامية هناك شعور لدى الأشقاء الفلسطينيين وتحديدا منهم على الجغرافية فلسطين التاريخية أصيبوا أنا في تقديري بمجموعة من الإخفاقات هم يتابعون هم يراقبون مشهدا سياسيا فلسطينيا داخليا متناقضا المؤسسة السياسية الفلسطينية بكل تضاريسها أعتقد بأنها قدمت لي الفلسطيني نموذجا من الضياع والتردد والانكفاء التشتت الحاصل على مستوى العالم العربي خلال السنوات الخمسة الماضية قدمت مجموعة من القناعات لدى الأشقاء الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين الموجودين في الداخل وبالتالي تترجم هذا الإخفاق أو الشعور القراءة لهذا الإخفاق تترجم إلى هذه الردة الوجدانية العالية والتي تقوم على مفاهيم وطنية عليا تتجاوز فيها أي يتجاوز فيها الإنسان كل الخارطة السياسية كل الحسابات السياسية وينطلق باتجاه خصمه هذا ما حصل تاريخيا مع الأشقاء الفلسطينيين هذا مهم جدا ولكن ربما هنا يوجد اختلاف ما في السابق كان هناك من عمليات طعام كانت تستمر يوم يومين ثلاثة ثم تعود وتختفيها الآن هي إلى تزايد هناك تصعيد لهذه العمليات إلى أي حد الوجود الروسي في المنطقة والدخول العسكري الروسي أيضا طمأن الفلسطينيين وطمأن بعض الفصائل الفلسطينية أو طمأن الناس يعني ليس جميع الفلسطينيين الذين يقومون بهذا العمل هم ينتمون إلى الفصائل وهذه معضلة إسرائيل معهم نعم لاحظي أنت ذكرت الروسي هو قيمة إضافية هامة للمشهد وهو تحول كبير دعيني أقول في الوعي الجمعي لدى المواطن العربي لكن الفلسطيني تحديدا لأنه وجد أن أحدا لا يمسسه لا يمس قضيته وهي فرق حسابات على مستوى المنطقة علما أنها الأساسية وبالتالي هذا هام معنويا الوعي الجمعي لدى الفلسطيني المقيم فوق هذه الجغرافية أصبح في مكان آخر تشكلت لديه قناعات جديدة هذا يأخذ دياء أنا دائما أركز عليه وأقول في السياسة إذا لم يستثمر إذا لم يتحول إذا لم تصرفه القيادات الفلسطينية صرفا سياسيا حقيقيا هذا حرام تاريخيا هذا معيب بحقنا التاريخي كسياسيين كقادة فصائل فلسطينية بالعودة إلى الموضوع الملف السوري وملف الدخول العسكري حاليا هناك كما عنوانت صحيفة الأخبار خطة استعادة الشمال روسيا جوا وإيران برا أيضا هذا التكامل في الأدوار يعني كيف يمكن أن نقرأ التكامل بين الدور الروسي والدور الإيراني على خلفية طبعا يعني ما قيل في السابق أنه هناك خلافات هناك توتر في العلاقة هناك شيء ما يعني في كل مرة يقال بطريقة مختلفة طيب ضياء عفوا تذكري كلامي جيدا نعم يسوقون لمثل هذا الكلام ثم بعد فترة بينسوه بس للأسف من جمهورنا البعض بيتأثر فيه بصير بيسوقه بيضل يسوقه هكذا بدنا نقول آسف جدا أنا ولو نكفتك قليلا يجب أن نقول بأن السوري والروسي في الجو لاحظي الجيش العربي السوري إلى جانبه المقاومة اللبنانية البطلة هناك مستشارون إيرانيون نعم هناك بعض القادة الإيرانيين نعم لكن هذا هو المشهد لكنك سوف تجدين في المرحلة القادمة نتيجة التحول السياسي في المشهد الكل الإقليمي والدولي سوف تجدين مرحلة حسم نعم هناك جغرافيا سوف تستعاد وبسرعة هائلة وهذا يعني بأننا أن القوات المسلحة السورية مستردت قوتها لا المرحلة فرضت عليها أن تصرف هذا التصرف هذا يجب الانتباه له في إعلامنا وفي كلامنا السياسي يجب أن لا نسوق ما يقوله البعض آسف تفضلي ليس تسويقا دكتور خالد ولكن لا بد أن يكون لكل كلام رد وشرح وتوضيح يعني بالعكس هذا شيء محمود وهذا جزء من وظيفة الإعلام على كل حال في الموضوع يعني أيضا في موضوع محاربة الإرهاب برأيك يعني المرحلة اللاحقة حاليا بعد هناك هل يمكن أن يستمر هذا الدخول وهذه المحاربة بالوصول إلى العراق أم أنه هناك اكتفاء ما أو توقف ما في سوريا عظيم في ثلاثين ثانية المتابع للمشهد يقول بأن هناك نموذجا يريد أن يؤدي هذا التحالف على مستوى الجغرافيا السورية مبدئيا وسوف يضغط على هذا الجسد الإرهابي على مستوى هذه الجغرافيا في هذه اللحظة بالضبط غرفة بغداد مطبخ بغداد الاستخباراتي سوف يفتح جغرافيا إضافية باتجاه العراق وسوف تجدين هذا التحالف المتجانس المتداخل أعني به بغداد طهران دمشق المقاومة إضافة إلى الروسي يمتد على أكثر من جغرافيا هذا سيتحول إلى حاجة وضرورة على المستوى الإقليمي حتى في بعض الأحيان على المستوى الدولي هناك من يتحدث عن رد أمريكي أو هناك تحذير أيضا سعودي لروسيا يعني برأيك هل سيكون هناك من رد أم أنه سيتفى بالمعلومات التي تسرب بين الفينة والفينة إلى هنا وهناك السعودي لا يستطيع أن يهدد أحد يا أخذ ضياء السعودي يبحث عن الإبقاء على الحد الأدنى من خارطة حكمه على التسويات التي سوف تأتي على مستوى الإقليم هو يبحث هو يبحث عن موقعه الحفاظ على موقعه منظومة الخليج تفعل ذلك وأردوغان يحاول أن يبحث عن موطئ قدم له في السياسة في المرحلة القادمة أردوغان وليس التركية أنا أفرق أردوغان وليس التركية للأسف انتهى الوقت كنت معنا من العاصمة دمشق أمين سر مجلس الشعب السوري النائب دكتور خالد العبوت شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي في قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر